اخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم هشام الطيور والاصدقاء دامس نهير اخوي داخل هشام برج سان فرانس الموضوع اليوم الاخوان هو نظروا ان تكلموا على الشروط التي يجبوا نظروا الى قبل شراء الحسون وهي كالتالي المكان والاقفاص نظافة ديالهم خصت تكون في اتم حالة الموضوع اليوم الاخوان هو خيانة جيدة ثم نسوّل على الولادة الحسون تزاد في القفص واللف سلاك ثم نرى الخاتم في المكان المناسب بعد خمسة أو ستة ايام ثم نسوّل على امام الموضوع اليوم الاخوان سوف نعرف ومن بعد ذلك سوف نعرف ما هو عمره من الاحسن يكون لديه خمسة او ستة اشهر لانه يكون لديه مرحلة تغيير الريش يكون معرض للامراض كثيرا ان المناعة و تكون شوية تحسنت هذا يبدو أن يكون اكتب قوة 5 أو 6 مانا خفش يبدو أنه يبدو أنه يكون في حال من الناس ثم يبدو أن يكون التعالي ويكون في حال من الناس يبدو أنه يكون صافي ويكون نشيط الحركة كما يتحرك بثاف فهمتي؟ كان قز من بين المجاتم يعني الحركة تكون عنده مزيان يعني يكون نشط ضريقنا نتو كيك ماسا از د اوخة فان د فوخل هي موت هلدر او د اوخ كيك ان ليفندخ اندرك متماكة دوش هي موت اخت انرجيك سين الحواج اللي ما لا يخصوش يديرهم الفوخل او 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 حرك الرأس دياله لا يحرك الرأس دياله بزاف ولا يحكي المنقار دياله مع المجاتم بزاف او او تحل المنقار دياله بزاف تبقى حالة موسيقى في واحد الفترة طويلة حين yetadi يقدر يكون عنده شئ امراض بالنسبة القصب الهوائيه دياله what niet good is ايحاق ماسا ايس ان يتفقى العنق المائش تصبح يساول يساول على الهارات أو يساول 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 هذا كل شيء الذي يساول يجب ان يجب انزع من خلال يساول على سبيل المبكة ينزل يساول الأصابع الأرجل كاملا لا تستطيع التقليد يمكننا تقليدها جيدا وغير الثاني وعلا أشياء الرجال خاصة كثيرة الأرجل تحتا τις مقابلين ولا أستطيع أسفع لا تستطيع المقابلين أكبر الثاني إنهم هي ويجب أن يكون في الخين كنوبل أو بشخال هذا هو المال باللغة آخر مكان ندير على الإخوان هو نشتف فوخ في الدية ونشتف في الصدر نشتف أنه صدر مقيم ونحن نحمر لأنه من فوخ لا يحمر فوخ مريض أخيراً بسيطة يجب ان يتضح الوكس في الهند ونحن تجربة لزيطاء ونحن يجب أن يضف من القرار المعنى إن كان يجب أن لا يحتاج الوكس هذا لا يحتاج الوطع يجب أن يجب ان نشتف فيه قبل أن نشتري الطياري أتمنى من الله أن الموضوع يكون نافع و أستفت منه و شكرا على التباو إلى حلقة قادمة شكرا لكم للمشاهدة